معبر رفح البري الذي يقع في جنوب قطاع غزة هو الذي جرت فيه الحادثة قبل قليل وأعلن المتحدث باستشهاد أحد العناصر التي كانت في مهمة تأمين الحدود بداية هذا هو معبر رفح البري وهذا هو معبر رفح البري من الجانب المصري قبل أكثر من ثلاثة أسابيع دخلت الآليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلت في المناطق الشرقية لمدينة رفح إلى أن وصلت إلى معبر رفح البري في داخل المعبر كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية وجنود الاحتلال يقيمون بعض التصرفات الاستفزازية في داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وإنزال الأعلام الفلسطينية ورفع الأعلام الإسرائيلية هنا وقعت الحادثة قبل قليل واستشهد أحد العناصر التي من مهمتها تأمين الحدود والشريط الحدودي مع مصر هذا المعبر تتحكم فيه كانت الجانب الفلسطيني ومصر ليس لعلاقة هناك أي علاقة لإسرائيل في هذا المعبر لكن عندما دخل الجيش أغلق هذا المعبر أمام المسافرين ولم يتمكن الفلسطيني من الخروج من هذا المعبر وبقي مغلقا إلى هذه اللحظة وبين الحين والآخر يتحدث جيش الاحتلال أنه سيطر على ثلثي محور فلادلفيا والذي منذ بداية الحرب وهو يلوح السيطرة عليه بشكل كامل هذا المعبر وعلى امتداد الشريط الحدودي يوجد عناصر من الشرطة المصرية من الجنود المصريين مهمتهم تأمين هذا الشريط الحدودي وهم يتواجدون على مدار الساعة بعض التصرفات الاستفزازية كانت من قبل الجانب الإسرائيلي في داخل معبر رفح البري هي التي أدت في نهاية المطاف إلى وقوع هذا الاشتباك ويدور الآن الحديث عن إجراء تحقيق حول ما جرى في هذا المعبر من إطلاق نار واستشهاد أحد العناصر الذين كانوا في مهمة التأمين هذا المعبر مغلق لكن حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة كانت على طول هذه الحدود هذا المحور وتتواجد في هذا المعبر الساعات القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول إلى أين وصلت صلاح التحقيقات لكن هذا المعبر لا يوجد كان قبل الحرب سيطرة إسرائيلية عليه ولا قبل الدخول العسكري إلى المعبر لكن الآن إسرائيل تتواجد في هذا المعبر بألياتها وجنودها الذين اعتادوا دائما على إقامة بعض التقوص الاستفزازية في داخل المعبر وأفضى في النهاية إلى هذا المشهد في معبر رفح البري شكرا لك محمد شكرا لك شكرا لك شكرا لك